اشتركوا في القناة وعملا وفقا في الدين يا رب العالمين رب اشرح لصدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد مع لقائنا الثاني تحت عنوان ارتباط قضية فلسطين بالوعي الإسلامي كلنا يعلم أيها الإخوة الكرام أن قضية الوعي قضية مهمة في حياة الإنسان عموما وفي حياة المسلم على وجه مخصوص والإنسان الذي يكون وعيه ناقصا يكون حكمه على الأشياء ناقصة والذي يكون وعيه كاملا يكون حكمه على الأشياء كاملا وبالتالي يكون حكمه صحيحا أسمع بعض الكلمات من الناس أجد أن هذه الكلمات لا وعي فيها أذكر لكم هذه الأمثلة على سبيل التمثيل ثم بعد ذلك نتكلم عن النقاط الأساسية لموضوعنا ما رأيكم أن تجدوا مسلما وقد لمحت إلى هذا في الدرس الذي مضى أن تجدوا مسلما يجلس بين الناس ويقول إن الفلسطينيين قد باعوا أرضهم فلماذا نبكي عليهم فليبكوا على أنفسهم هذا الكلام لا يقوله يهودي ولا يقوله صهيوني هذا كلام يقوله مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن المشكلة في وعي هذا الإنسان لما كان وعيه خاطئا كان حكمه على هذه القضية خاطئا سمعت مرة بعض من له صورة دينية من له صورة دينية يتكلم في درس له ويقول طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها واليهود اليوم والصهاينة يحبون يعني السلم ويريدون السلم ويطلبون السلم فلماذا تعارضون السلم وتعارضون التطبيع فهو يريد أن يخطئ المسلمين في مواقفهم ويستدل على خطائه بآيات قرآنية قال وإن جنحوا الله يقول وإن جنحوا للسلم فاجرح لها هم جنحوا للسلم يريدون أن يسالموكم فلماذا لا تسالمونهم هذا أيضا يتكلمه مسلم تخيلوا أن إنسانا أخذ أرضي وأخذ بيتي ثم طلب الصلح مني ويقال لي إن جنحوا للسلم فاجنح لها ويقال لي خيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام أنا حتى أصالحك ما عندي مشكلة معك المشكلة الأساسية أن لي حقا مغصوبا عندك أرجع لي الحق وما في مشكلة بيني وبينك يعني هل لا اليهود الذين الآن في فلسطين هل عندنا مشكلة معهم كونهم يهودا يعني نحن عندنا مشكلة مع اليهود لأنه يهودي ما عندنا مشكلة معه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينة المنورة وكان اليهود يسكنون في المدينة وكان المشركون الذين يعبدون الأوثان من الأوسي والخزرج أيضا يسكنون في المدينة إذن الإسلام ما عنده مشكلة مع شخص لا يريد أن يسلم لكن نحن مشكلتنا مع اليهود لأنهم غاصبون لا لأنهم يهود وهذا الفصل ينبغي أن نضعه في أذهاننا لأن البعض يقول طيب اليهود كانوا يسكنون في المدينة وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مواثيق والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل إلى المدينة كتب ما يسمى بالوثيقة وهذه الوثيقة فيها أكثر من سبعين بند من بنود الدستور النبوي يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة العلاقة التي بيننا وبين اليهود فهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام كان مطبعا مع اليهود تخيلوا يا أخوانا الكرام مسلم يقول هذا الكلام هذا نبيكم بينه وبين اليهود مواثيق وكانوا يسكنون بجواره والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح عندما مرضى طفل يهودي زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للطفل قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فالتفت الطفل إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم هاي في بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود زيارات يعود مرضاهم هذا كله كلام يدل على عدم الوعي بما يحدث اليوم في أرض فلسطين نقول له يا أخي الكريم لا يوجد بيني وبين اليهودي مشكلة لأنه يهودي أنا مشكلة هذا الإنسان أنه غاصب لو كان مسلما سوف تكون المشكلة نفسها لو كان نصرانيا ستكون المشكلة نفسها لو كان يهوديا ستكون المشكلة نفسها إذن لا يصح لنا أن نستدل بآيات القرآن التي تدعو إلى السلم والصلح مع اليهود وما زالت الحقوق مغتصبة وما زالت الأرض مغتصبة وما زال العدوان على المسجد الأقصى ساري المفعول واليوم كنت أحدث إخواننا ظهرا بأنهم قاموا منذ سنوات بحقن حجارة المسجد الأقصى التي وضعها صلاح الدين الأيوبي حقنوها بمواد كيموية حتى مثلا بدل أن تعيش مئة سنة أن تنهار بعد ثلاثين سنة أو أربعين سنة فيوجد عدوان على المقدسات ويوجد عدوان على الإنسان ويوجد غصب للحقوق ثم يطالب الضحية بالصلح أنت أخذت بيتي وأخذت مالي وهتكت عرضي ويقال لي لماذا لا تصالح فإن القرآن يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها تخيلوا يا أخوانا الكرام في مجلس يتكلم شخص جهوري الصوت يقول الفلسطينيون باعوا أرضهم فلا نبكي عليهم كل واحد يبكي على حاله فلنبكي على أنفسنا هذه الكلمات الأمثلة التي أنا ابتدأت بها الدرس تدل على شيء واحد ضعف الوعي الإسلامي بقضية فلسطين وبالتالي خطأ الأحكام الصادرة عن نتيجة هذا الوعي هذا الوعي الخاطئ أنا مرة سمعت يا أخوانا الكرام خطبة دينية مدللة بالآيات والأحاديث من خطيب مشهور جداً وهو المتكلم باسم الجيش الوطني الإسرائيلي اسمه أفخاي أذرعي تعرفوه خطبة مليئة صدقاً يمكن أحدنا لا يخطبها كلها آيات وأحاديث أقرأ في التعليقات والله كلامه صحيح عم يجيب آيات عم يجيب أحاديث أفخاي أذرعي الشيخ أفخاي أذرعي مدعي المشيخ هذا المختل وهو ذكي جداً على فكرها لكن ذكاؤه على الدراويش والبسطاء أما أقل عاقل يكشف زلله يستدل صدقاً يا أحبابنا الكرام بالآيات القرآنية وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبأقوال علمائنا الذين تتلمذ مشايخنا على أيديهم ونقر لهم بالعلم ويستدل بالكلام قرأت التعليقات لأفخاي أذرعي تحت والله كلامه صحيح طبعاً الناس بين أثنين إما شخص يسب أمه وعرضه فشهروا صفحته كان المقطع عليه خمسمائة مشاهدة بالمسبات والمشاركات صار على المقطع مليون مشاهدة إما شخص يسبه وإما شخص يؤيده لأنه يستدل بظاهر القرآن والسنة حتى مر هذه مقابلة خطيرة أجراها قال أجر مقابلة مع نساء محجبات ومع مسلمين ما اسمك؟ اسمي محمد عسكري أو جندي في الجيش الوطني الإسرائيلي اسمي محمد أنا جندي في الجيش الوطني الإسرائيلي ما اسمك؟ زينب مسلمة مجندة في الجيش الوطني الإسرائيلي ما اسمك؟ اسمي طوني نصراني مجندة في الجيش الإسرائيلي صدقاً يا أخوانا أجر مقابلة مع أشخاص يقول لك لاحظ التعايش السلمي مع إسرائيل عندنا من المسلمين محمد وزينب حتى اليوم المسلمون ما عاد سموا أصلاً زينب بس أتى بأسماء عريقة في الإسلام لها تاريخها في الإسلام واستدل على ذلك بأنه يعني هذا العلاقة بيننا وبينهم يعني علاقة جيدة هذه الأمثلة التي ذكرتها تدل على ضعف الفهم والوعي فيما يرتبط بقضية فلسطين النقطة الثانية بعد هذه المقدمات أنصح يا أيها الأحباب بقراءة كتاب للشيخ الإدريسي اسمه أفهم القضية الفلسطينية ليكون لي موقف شو اسم الكتاب؟ أفهم القضية الفلسطينية ليكون لي موقف حتى عادة يعني نحن نعرف الكتب الكتب تبدأ عنوينها بالجمل الإسمية ليس بالجمل الفعلية هو جعل العنوان الكتاب هو يقول هذا جعل عنوان الكتاب جملة فعلية فعل مضارع حتى يجلب انتباه الشخص ويثير انتباهه إلى عنوان الكتاب أفهم القضية الفلسطينية ليكون لي موقف هاي شغلتك طويلة لدي تعبوك عطرني لألك وروع عد هون وسمع مني كرام الله يزيك الخير زادك الله طيبا طيب الله يبارك فيك بس مشان ما يشوه شو الله يحفظك إن شاء الله من عطرك بمكة قل آمين طيب هذا صاحب الكتاب يا أخواننا انتبهوا شوفوا شلون المفاهيم المعكوسة صاحب الكتاب الإدريسي يقول سافرت إلى إيطاليا ومعي عشرون نسخة في شنطة السفر من هذا الكتاب أفهموا القضية الفلسطينية ليكون لي موقف طبعا أمن المطار فتشوا فوجدوا أنه في كتاب يخص القضية الفلسطينية شوفوا القضية يعني تقلقهم وتقضوا مضاجعهم قال فأخذوا مثل ضابط الأمن في المطار يسألونه قال له هذا صهيوني أريد أن أسألك سؤالا ما الذي جاء بك يعني إلى إيطاليا قال له عندكم جمعية في إيطاليا اسمها جمعية مناصرة الشعب الفلسطيني وهي جمعية كونها أشخاص فلسطينيون مجنسون إيطاليا وهي جمعية مرخصة معترف عليها عندكم في إيطاليا وين القانون أنا ما خلفت القانون فقال له هو صاحب الكتاب يقول قال لي هذا المحقق في المطار قال لي طيب طبعا المؤلف مغربي قال له يعني أنت لماذا تهتم بالقضية الفلسطينية مع أن بين المغرب وإيطاليا مسافة طويلة جدا قال له وأنت لماذا تسألني عن القضية الفلسطينية مع أن بين إيطاليا وفلسطين مسافة طويلة جدا يعني أنت تنكر علي شيء وأنت تفعله إيطاليا بعيد عن فلسطين قال لما قلت له ذلك يعني صار يضحك يقول هذا يدل على أن الناس حتى في إيطاليا قلبت عقولهم وهذه الرسالة لمن يسخفون بقضايا الإعلام أنه اليوم ما بدنا إعلامه ما نشير في أسبوك وما شابه ذلك أقنعوا شعوبهم أن قضية الفلسطين هي قضية إسرائيل وليست قضية المسلمين وكل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية فإنه يعرض نفسه للتحقيق يعني صار المظلوم في عقول الإيطاليين ظالما وصار الظالم في عقول الإيطاليين مظلوما هذا يرجع إلى قضية الوعي يعني استطاعوا أن يقنعوا شعوبهم في شخص كريم يقول لي في ألمانيا يسمعون إعلامهم بشكل كبير ويصدقونه ويتأثرون به قال لا يمكن أن يخرج في الإعلام شيء يدين إسرائيل بل يصورون في الإعلام الألماني بأن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة تنشر في ألمانيا على أنها يفعلها الفلسطينيون باليهود فالناس صاروا يتعاطفون مع اليهود ويحاسبون الذي يتعاطف مع القضية الفلسطينية على أنه يتعاطف مع المجرم إذن هذه كلها قضية ترتبط بقضية الوعي لذلك نحن منقول اليوم يا أخوانا الكرام يجب علينا أن ننشر إعلامياً مجازر اليهود في فلسطين ونحن رأينا مسيرات في أوروبا خرجت مع الفلسطينيين ضد اليهود بل هناك مسيرات في تل أبيب من اليهود خرجت ضد اليهود تحت تأثر الإعلام اليوم الوضع الذي يحدث في فلسطين كم كسبت القضية الفلسطينية اليوم عالمياً رسوخاً في نفوس المسلمين شو السبب؟ سبب الإعلام فبيجي واحد من المثبطين الذين لا تسمعوا لهم يقول لك يعني شو الفائد إذا حطينا بوست على الفيسبوك عن القضية الفلسطينية لماذا هذا التسخيف؟ مع أن ديننا يأمرنا بأن نفعل ما نستطيعه كل إنسان بحسب موقعه من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فهو يقول الألمانيون يستمعون إلى إعلامهم ويصدقون إعلامهم وكل المجازر التي ترتكب بحق أطفال غزة ونساء غزة تصور في بلاد أوروبا على أنها مجازر يرتكبها الفلسطينيون في أراضي عند اليهود وفي أراضي المغتصبة من قبل إسرائيل على العكس تماماً هناك صوروا بعض المقاطع لتعامل المجاهدين في فلسطين مع الأسر اليهود كم كسبت من التأييد العالمي أن المسلمين يتعاملون مع أسراهم معاملة طيبة يتعاملون مع أسراهم معاملة جيدة لا يقتلون أسراهم فرفع هذا معدل رفع معدل القضية الفلسطينية بسبب الإعلام اليوم الإعلام أخطر عندهم من الرشاشات والمدافع والطيران تمام؟ أخطر من كل شيء الإعلام على نفسهم فلا نسخف في مثل هذه القضية وهذا يدل تحقيق مع إنسان يحمل كتاباً هو من تأليفه يدل على أن الناس تمت تنميطهم فكرياً ليتعاطفوا مع الظالم ضد المظلوم ليتعاطفوا مع اليهود ضد فلسطين النقطة الثالثة في رئيس أمريكي اسمه هاري ترومان هيك صحيح؟ اللفظة الثبعو؟ سمعانين فيه؟ هاري ترومان هذا رجل عسكري قبل أن يصير رئيساً لأمريكا شوفوا كيف فهموا القضية الفلسطينية وكيف فهمناها؟ وكان عسكرياً شديداً يحتقر كل مدني يعني يرى أن المدنيين يلعبون يا أم عسكري يا أم أنثى أنت يعني هذه ليست سبة يعني أنه أنت يعني لا تستطيع أن تفعل شيئاً حتى ما يزعلوا أخواننا النساء يعني أنت لست رجلاً ففجأة فجأة ترومان لبس بدلته وصار يشتغل بالسياسة وترك العسكر والجيش فسأله الصهاينة قالوا له لماذا هذا التحول الغريب كنت تحتقر المدنيين وتحط من شأنهم وفجأة لبست بزتك وبدلتك المدنية وصارت تشتغل بالسياسة ليش غير؟ اسمعوا يا أخواننا قال لا يمكن أن نفهم العالم حتى نفهم الشرق الأوسط هذا ترومان لا يمكن أن نفهم العالم حتى نفهم الشرق الأوسط ولا يمكن أن نفهم الشرق الأوسط ومشاكله حتى نفهم قضية فلسطين فأحببت أن أكون الرجل الأقوى في العالم لأغير معادلة العالم من خلال تغيير معادلة القضية الفلسطينية هذا مو كلام شيخ أنا لا أفهم بالسياسة هذا كلام رئيس أمريكا يقول لا يفهم العالم حتى يفهم الشرق الأوسط ولا يفهم الشرق الأوسط حتى تفهم القضية الفلسطينية وإذا أردت تغيير العالم كله يجب عليك أن تغير فلسطين إذا تغيرت القضية تغير العرب والشرق الأوسط وتغير العالم كله إذن القضية تعني لهم كل شيء قضية فلسطين تعني قضية اليهود تعني لأمريكا ما هو أهم من أمريكا تعني للأوروبيين ما هو أهم من أوروبا لأن هذه القضية العظمى والآن إذا قرأتوا بالتاريخ ما سبب الرئيسي للإطاحة بالسلطان عبد الحميد رحمه الله شو السبب قرأوا تاريخيا السبب الرئيسي للإطاحة بحكم السلطان عبد الحميد أنه كان حجر عثرة وكان سداً مانعاً من بيع أي شبر من أراضي فلسطين لذلك وجد اليهود أن أول أولياتهم الإطاحة بالسلطان عبد الحميد حتى يقنع الآخرين بجواز بيع فلسطين يا أخواناً الكرام الناس بفلسطين منذ زمن البيت الذي ثمنه خمسين ألف دولار يدفع للفلسطين فيه ثلاث مليون دولار مقابل أن يبيعه تطميعاً لهم خذ ما شئت وأعطنا بيتك وتجدوا الفلاح والبسيط والجاهل والعالم والفقير والمريض مع ذلك هم يفهمون أن بيع الأرض معناه طعن في خاصيرة الإسلام لذلك الآن سأذكر لكم فتوى الشيخ أمين الحسيني الذي نقل فتوى إجماع أهل عصره على كفر من باع شبراً من أرض فلسطين وعلى قتله حداً وردةً يعني مو بيع شبر من فلسطين أنه أخي هذا بيتي أنا بدي بيعه وبيدي ما بيعه أهل السنة والجماعة من أبعد الناس عن التكفير فإذا كفروا في قضية فاعلموا أنها قضية خطيرة ينقل الشيخ أمين الحسيني في كتابه أسباب كارثة فلسطين يقول أفتى علماؤنا وخاصة علماء فلسطين ومعهم علماء العالم الإسلامي بكفر بكفر من باع شبراً واحداً من أرض فلسطين وإنه يعدم ويشنق في الساحات العامة على الملاء اليوم لذلك الناس كانت ترتدع من قضية بيع فلسطين إما خوفاً من التكفير والردة والإعدام وإما اعتقاداً أن هذا الأمر لا يجوز فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن ذلك صليت على حبيبكم سؤال ربما يعني يطرح على كثير مننا طيب نحن اليوم نحن اللي أعدين بالمسجد ومن يشابهنا ليس بيدنا القرار السياسي صح ليس بيدنا القرار الاقتصادي صح ليس بيدنا القرار العسكري ليس بيدنا أي قرار من هذه القرارات التي نظنها مؤثراً صح أو لا لكن اسمعوا يا أخوانا ووضعوها في أعناقكم أمانة نحن بيدنا ما هو أخطر من هذه القرارات الثلاث بيدنا ما هو أخطر من القرار العسكري ما هو أخطر من القرار الاستراتيجي ما هو أخطر من القرار التكنولوجي ما هو أخطر من القرار الاقتصادي قالوا شيء واحد تعرفون ما هو توريث القضية الفلسطينية في ذاكرة الأجيال القادمة نقولت لك اليوم الكلام الذي يشاع يريدون أن ينسى الشعوب قضية فلسطين أخطر ما يواجهونه أننا إذا ورثنا أبناءنا ما يسمى بالقضية الفلسطينية جعلناها في ذاكرتهم جعلناها في عقولهم تكلمنا في نوادينا تكلمنا في محاضراتنا راسلنا على مواقعنا تكلمنا على منابرنا حاضرنا في أنديتنا عن القضية الفلسطينية يدفعون أموالا طائلة أموالا طائلة اليوم يا أحبابنا إذا في شخص مطلوب في إسرائيل من الأشخاص الفعالين الذين لهم دور في القتال في فلسطين مجرد أن تخبر عن مكانه المكافأة نصف مليون دولار لاحظوا الخطر الذي يواجهه اليهود نصف مليون دولار بس أخبرنا أين يسكن فلان أو مليون دولار أخبرنا أين يسكن فلان أنا أقول لك بالقضية الفلسطينية إن استطعت أن تمانع فمانع إن استطعت أن لا تقف مع الظالم بس قدرتك لا تقف مع الظالم لا تقف مع الظالم إن استطعت أن تكون متفرجا لا تساعد الظالم كن متفرجا والله يرحم الشيخ محمد الغزالي الشيخ محمد الغزالي يقول لا يشترط حتى تخدم عدوك أن تكون خائنا نحن دائماً اللي بيخدم العدو مين؟ مين؟ الخائن شوفوا العبارة كم هي قوية يقول لا يشترط لا يشترط حتى تخدم عدوك أن تكون خائنا يكفي أن تكون غبيا يعني إذا وحد كان غبي لا يعي الشيء الذي نقوله لا يعي مخططات اليهود اليوم في فلسطين لا يعي لبروتوكولات التي يهيئون لها هذا إنسان خائن لكن بسبب غبائه خائن لكن بسبب قلة وعيه قلة الوعي يعني تقود إلى الخيانة كن ممانعاً كن بعيداً عن التطبيع كن متفرجاً إن لم تستطع لا تقف مع الظالم الذي يتساند ويتعاضد مع اليهود من أجل التطبيع حاول أن تكون ولو متفرجاً أنت تساهم في القضية الفلسطينية ستقول لي أخي هذا قرار العاجز نعم العاجز إذا استطاع أن يفعل شيئاً بسيطاً أفضل من أن لا يفعل شيئاً النقطة الخامسة يا أحبابنا الكرام أنا أريد أن أتكلم عن ثلاثة روابط تتعلق بالوعي في القضية الفلسطينية لا أريد أن أفصلها أريد أن أذكرها يعني بشكل مجمل الرابط العاطفي والرابط الفكري والرابط التاريخي هذا أقل ما ينبغي أن يورث في عقولنا رابط عاطفي رابط تاريخي رابط فكري الحاج الذي ذكرته كثيراً أمين الحسيني رحمه الله تعالى مفتي القدس في فرق بين من يتكلم عن قضية فلسطين وهذا أيضاً له علاقة بالوعي وهو يعيش في لبنان أو يعيش في سوريا أو يعيش في مصر وبين من يتكلم عن قضية فلسطين وهو يعيش في فلسطين من الأقدر على فهم القضية؟ هذا يسمى نحن عندنا رجل ميداني يعني مثلاً في شخص يخطب على المنبر منذ ثلاثين سنة ويأم المصلين منذ ثلاثين سنة يدعو الناس إلى الله في شخص قرأ كتاب في الدعوة إلى الله لكنه ليس ميدانياً لم يمارس العمل الدعوي الشيخ أمين الحسيني رحمه الله رجل الميدان يعني كان موجوداً في أرض فلسطين عندما نقل لنا في الكتاب الذي ذكرته مراراً أسباب كارثة فلسطين أسرار مجهولة ووثائق خطيرة هكذا يقول الآن شفوا يا أخوانا شفوا الوعي والله لا تخطر إلا على بال رجل موفق الشيخ أمين الحسيني هلأ قبل فترة مين كان يتعاطف مع فلسطين التعاطف مع فلسطين قبل عشر سنين مثل الآن جاوبوني قطعاً لا ماذا فعل الشيخ أمين الحسيني مات أحد كبار علماء الهند في الأربعينيات كبار أولياء الهند ذهب في السفن ولم تكن المواصلات متأمنة بعد يعني كانوا في ذلك الوقت يقولون الذي يركب الطائرة مثل الذي يركب مركبة فضائية اليوم اليوم متيسر أنك تركب مركبة فضائية يعني كان الطيران قليلاً ولا يركب الطيران إلا أصحاب الترف الرفيع ماذا فعل الشيخ أمين الحسيني سافر في البحر في السفينة إلى الهند وأتى بجثمان هذا العالم الكبير الولي الصالح ودفنه في فلسطين قالوا للشيخ أمين الحسيني لماذا فعلت هذا الفعل قال حتى ترتبط قلوب أهل الهند وباكستان وأفغانستان وما حولها بفلسطين أن العالم الفلاني يعني هذا على مبدأ سيدنا أبي أيوب الأنصاري سيدنا أبو أيوب الأنصاري أين أوصى أن يدفن؟ أين أوصى؟ أوصى أن يدفن على أسوار مدينة القسطنطينية ودفن هناك ومعروفة مدينة هناك اسمها سيدي أيوب يعني أي واحد في تركيا تسأله سيدي أيوب يدلك على مقام سيدنا أبو أيب الأنصاري بخطة ذكية وإلهام بديع قام الشيخ أمين الحسيني من أجل أن يوجه قلوب المسلمين الهند اليوم ملايين باكستان ملايين أفغانستان ملايين من أجل أن يربط قلوب الملايين بالقضية الفلسطينية دفن هذا العالم في فلسطين حتى تتوجه القلوب التي تحبه فترتبط مباشرة بتعلق القضية الفلسطينية على بال مين بتخطر هاي؟ الآن كانوا في الهند لا يعرفون أن شيئا اسمه فلسطين إلا من رحم الله كانوا في الباكستان لا يعرفون أن شيء في الهند اسمه فلان مشايخنا بيقولوا هلأ أنا أسكن أنا الشباكي بالشام بيفتح على مقبرة بالمقبرة في آلاف القبور في شخص واحد بالمقبرة مشهور جدا تحت شباك نافذتي اسمه الشيخ عبد الرحمن الشغوري الذي يعرفه يعرفه يعني أنا بيفتح الشباك خلف الشباك كل ما واحد يسألني شيخ أنت أين تسكن أقول له أسكن في المهاجرين الجادة السادسة بيقول لي بالمقبرة اللي فيها الشيخ عبد الرحمن الشغوري قلت سبحان الله أكثر من عشرة آلاف قبر في المقبرة عرف من الشيخ عبد الرحمن الشغوري قلوب الناس لأنها تحب الشيخ عبد الرحمن الشغوري تعلقت بالمقبرة ويا ما أكون جالس أنا في غرفتي فأسمع قراءة البردة أو أسمع شيء من الأدعية فأفتح الشباك أجد طلاب العلم يأتون إلى قبره ويدعون عنده ويقرؤون الأدعية وينشدون وما شابه ذلك تذكرت ما فعله الشيخ أمين الحسيني بنقل جثة في ظروف صعبة في السفينة عبر البحر من الهند إلى فلسطين ما الغاية يا شيخ أمين الحسيني أن تتعلق قلوب تلك المناطق ملايين المسلمين بفلسطين فإذا تذكروا عالمهم تذكروا قضيتهم وهي قضية فلسطين والله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى فنصرة القضية الفلسطينية بدها واحد يصفن يسمع من غيره ويصفن قد يخطر في بالك فكرة تنصر فيها فلسطين والمسلمين فيها لم تخطر على بال أحد من قبل يعني هاي تكون شيئا مبدعا مخترعا لم يسبك إليه أحد تمام يا أحبابنا الكرام الشيخ أمين الحسيني ردا على هذا الذي افتتحت به الكلام صاحب الصوت الجهوري اللي قال الفلسطينيين باعوا أرضهم نحن شو نعلاقه بفلسطين عقد الشيخ أمين الحسيني في أول الكتاب عنوان هكذا العنوان أنا قرأته هل باع الفلسطينيون أرضهم نحن كلامنا عن الوعي لابد أن نفهم الشيخ أمين الحسيني يقول هناك أسماء خاصة دققوا يا أحبابنا باعوا بيوتهم أولا ليسوا من المسلمين وعندنا هو شو سمى كتابه أسرار مجهولة ووثائق خطيرة قال عندنا أسماء من باع وعوائل البائعين والمساحات التي بيعت والزمن الذي بيعت فيه والمكان الذي بيعت فيه حتى ما أحد يقول باعوا دون أن يعقل هذا رجل يتكلم من قلب فلسطين قال عندنا أرشيف كامل لمن باع وكيف باع وكم باع وكم أخذ ذكر عوائل ما أريد أن أفصل أكثر المقام لا يناسب ذكر العوائل ومن أي دين الذين قاموا ببيع البيوت في فلسطين قال شيء ثاني الآن أي مكان في العالم تقريبا القسم الأكبر من الأراضي يملكه المواطنون أو الدولة جاوبوني الدولة يعني الآن مثلا الطرق للدولة الصحراء للدولة المطارات للدولة الشوارع للدولة فيقول الشيخ أمين الحسيني ثمانين بالمئة من أراضي فلسطين اسمها الميري ميري كلمة تركية معناها في مقابلها باللغة العربية الأميري يعني أراضي أميرية يعني أراضي للأمير يعني ثمانين بالمئة من أراضي فلسطين للدولة لا يمكن أن يبع منها شبر واحد بعض البيوت التي بيعت أضف إلى ذلك خروج الفتوى التي أفتت بكفر وردت وقتل من باع شبرا واحدا من أرض فلسطين هلأ ممكن يا أخي بيكون إنسان يعني شعب فلسطين مثل أي شعب فيه البسيط فيه الفقير فيه الغني فيه ضعيف الإرادة هبلوا أنهم أقنعوا مسلما يصلي في المسجد ببيع بيته واشتروا أخي خمسة بالمئة من فلسطين اليوم هم كم أخذوا من فلسطين مبارح ذكرت 87% من أراضي الفلسطينيين تحت سلطان اليهود يعني هم أخذوا الأرض كلها 80% هي أراضي أميرية لا يجوز بيعها أصلا وأملاك خاصة معدودة بيعت لا تتجاوز 2% تمام فهذا الذي يجعجع ويبعبع ويدندن ويهدر ويقول الفلسطينيين باعوا أرضهم نحن شو هنا علاقة؟ أنت والله مبين ما لك علاقة بشيء لا لك علاقة بالقضية ولا انتقار عنها ولا تفهم عنها شيء لذلك أنا لما ذكرت العنوان يا أحبابنا ارتباط الوعي بالقضية الفلسطينية قضية تحتاج إلى قراءة أنا ذكرت لكم الآن هذا سبب تاريخ إحن قلنا لابد أن نتعامل مع فلسطين بالبناء التاريخي البناء الفكري البناء العاطفي هذه قضية مرتبطة بالتاريخ لابد من إرجاع ما يتعلق بفلسطين أنا مرة ذكرت الآيات على المنبر خطبة خطبة عن الآيات التي ذكرت فلسطين فذكرت خمسة آيات في القرآن الكريم أكثر المسلمين لا يعرفونها إذن هذه ترجع إلى الوعي أن نقرأ سورة في القرآن سميت سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء وإن عدتم عدنا أن نفهمها وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة إلى آخر ما هنالك أن نخصص فصولا ومحاضرات وتكتب على مواقع التواصل نتكلم من خلالها عن الآيات حتى نرى نصيب فلسطين من كتاب ربنا ونصيب فلسطين من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونصيب فلسطين من مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين لابد من إرجاع هذه المعاني إلى الذاكرة حتى لا نسمع خطأ هنا وهناك هناك القضية العاطفية في كتاب جميل جدا أنصح بقراءته إذا أحببتم أن تكتبوا اسمه اسمه جغرافيا العشق المقدس جغرافيا العشق المقدس لأسامة جمعة الأشقر هذا جمع في كل الأداب الإسلامية والشعر التي عبرت عن حب فلسطين تجييش العاطفة تجاه فلسطين توجيه المشاعر تجاه أرض فلسطين يتغزل بفلسطين كما يتغزل بأجمل شيء يراه في حياته اليوم المسلمون يتغزلون مثلا بالقبة الخضراء التي تحتها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شيء جيد يتغزلون بمكة والمدينة هذا المؤلف أسامة جمعة الأشقر يتغزل في مقتطعه من أبيات ومنثورات شعرية بما يتعلق بفلسطين وأنت تقرأ بالكتاب يبدأ قلبك يتحرك تجاه أرضها تجاه زيتونها تجاه ترابها تجاه آكامها تجاه شجرها تجاه قببها تجاه حاراتها القديمة المباركة التي مر فيها الأولياء والصالحون والأنبياء والمرسلون نحن بحاجة إلى أن نجدد هذا العشق في قلوبنا مرة أخرى كم بقي من الوقت يا أحبابنا؟ ثلث ساعة أنا الآن سأعطيكم بعض التوصيات على جناح السرعة المقام يحتاجي لأكثر من هذا بعض التوصيات لنصرة القضية الفلسطينية طبعا هي كثيرة جدا ربما أذكر بعضا منها في هذا اللقاء وربما أذكر منها بعضا منها في لقاء آخر من الأبيات الجميلة قال هل هذه القدس والأقصى يزينها مسر النبي أفيها ساجد عمر عمر هل هذه القدس والأقصى يزينها مسر النبي أفيها ساجد عمر أم أرشليم يهوذا بات يحكمها وهيكل الظلم في أحضانها نظر ممرد الصرح يا بلقيس نحتشم أرخي ثيابك فالأحشاء تنفطر ما الصرح إلا زجاج سوف نطحنه مطاحن الحق في راياتها الظفر يتكلم عن تحريك العاطفة تحريك المشاعر ولو كنت على صهوة منبري لا ذكرت لكم أبياتا جعلتكم تصرخون من التعاطف مع هذه القضية المباركة التي نسأل الله أن يؤجج لهيبها في نفوسنا ونفوس أسرنا ونفوس أبنائنا من فترة نشروا مقطع انطبلت فيه الدنيا جميل جدا شفتوا كلكم العجوز التي تغني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم تذكرونه مقطع جميل جدا نعم يحرك العاطفة يحرك القلب يحرك المشاعر أمرأة عجوز مخضرمة دخلت فلسطين في ذرات عقلها ولحمها ودمها خلطت بلحمها وعظمها تتكلم كلام فعلا لا يجد المؤمن حين يسمع صدقا أنا ما انتبهت أنه حاطين في المقطع موسيقى شامالي واحد شيخ تسمع موسيقى سبحان الله ما خطر في بالي لكن هي تتكلم بلهجة بسيطة شدوا بعضكم شدوا بعضكم يعني اعتصموا بحبل الله جميعا يا أهل فلسطين شدوا بعضكم جميل هذا يحرك العاطفة عاجز تقرأ كتاب تعال لسمعك هذه الأنشودة من هذه امرأة الميدان طيب أنا عندي سبع توصيات سريعة أولا تحصين الأمة خاصة الشباب والأطفال مما تخطط له إسرائيل من إفساد أخلاقهم اليوم أفلام الكرتون اليهودية كلها فيها سم في الدسم إذا صح التعبير هو مدسم أكثر فئتين مستهدفتين من قبل اليهود عالميا أولا الشباب لأن هذا الجيل الذي يربيهم ويذلهم اليوم وجيل الأطفال هذا الذي يقف على الآكام وعلى البيوت المهدمة ويطلو القرآن أما الكبير مع احترامنا لكبارنا الذين نعيش بفضلهم وعقولهم وبركتهم لكن الكبير عنده عقل اليوم تمام عنده عقل يخافون من صغارنا الذين يشبون على الدين وأنا أشكر يعني هذا المسجد المبارك شيخ إبراهيم ماذا فعلتم مسابقة بديعة في المسجد حوله شو اعرف عبوك وافهم قضيتك عملوا هنا مسابقة طبعا تضمنت وجود كتب تتكلم عن فلسطين جميل هذا يمكن أطفالنا قبل هذا المشروع ما كانوا يعرفون ذلك الآن تحركوا الفئة المستهدفة الشباب والأطفال الأفلام المسلسلات الدعارة المخدرات كلها تتوجه إلى هذين الصنفين إذا خدرت الأمة نسيت يعني قضاياها ثانيا بناء الوعي الشرعي والتاريخي بناء الوعي الشرعي والتاريخي لأننا نحن نتكلم تاريخ أنا قرأت خبرا صعقني قال أمريكا اشترطت على بعض الدول التي ستساعدها شو الشرط شوفوا الشرط يا أحبابنا اشترطت أمريكا على بعض الدول الفقيرة التي تمد لها يد العون أن تنقي مناهجها بشكل مستمر من كل ما يتعلق بفلسطين يعني مناهجكم الدراسية كل سنة بتعملوها تنقيح أي شيء يتعارض مع اليهود أي شيء يتعارض مع حق اليهود مع دولة اليهود مع الوطن الموعود لليهود مع حل الدولتين أي شيء يتصادم نحن نقطع عنكم الإمدادات من ساعدكم ماديا لا نريد منكم شيء إلا شيء واحد شوفوا أمريكا شو عم تشترط ما بدهم مصاري نريد شيئا واحدا تنقية المناهج بشكل دوري من كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية معنات قضية الوعي خطيرة عليهم ولا لا يخافونها ويرهبونها ويشترطون تنقيتها ثالثا مناهضة جميع أشكال التطبيع الثقافي والإعلامي حتى ولو على مواقع التواصل الاجتماعي يعني أنا أجلس معي إنسان إذا شممت منه رائحة التطبيع أحاول أن أوعيه مثل هذا الذي ذكرت الذين لا وعي عندهم باعوا أرضهم إن جنحوا للسلم فاجنح لها أحاول أن أقول له هذا الكلام يتصادم مع الشريعة وهذا بده وعي بده فهم بده علم أربعة وهي مهمة جدا 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 العناية بالخطباء والوعاظ ليكون كلامهم على المستوى المطلوب في القضية الفلسطينية يعني نحن الوعاظ لما يخطب على المنبر لازم يعرف ماذا يتكلم ينبغي أن يحضر نفسه ينبغي أن يقرأ فلابد من تنبيه من يخطبون بالناس ويعظونهم حتى يتكلموا عن القضية على المستوى المطلوب الذي ينبغي أن يتحدث عنه واحفظوا القاعدة يا أخواننا قال الأمة التي لا تقرأ تموت قبل أوانها الأمة التي اليوم أمة أقرأ لا تقرأ للأسف الأمة التي لا تقرأ تموت قبل أوانها في كتاب أنا أنصحكم يعني بقراءته اسمه دولة كتابه دولة فلسطينية للهنود الحمر اسمعت اسم الكتاب؟ دولة فلسطينية دولة فلسطينية للهنود الحمر لمونير العكش شو يعني دولة فلسطينية للهنود الحمر؟ التاريخ يعود نفسه قال لما اجتاحت أوروبا وأمريكا الهنود الحمر وسلخوا جلودهم نفس المصطلحات التي استعملها اليهود اليوم في فلسطين استعملها الأوروبيون والأمريكان لما استباحوا الهنود دليل أنه هاي طريقة من المصطلحات مصطلح المستوطنين استعمله الأوروبيون في الهند استعمله اليهود في فلسطين الحق الإلهي شعب الله المختار شعب الله المختار مصطلح استعملته أوروبا وأمريكا في الهند استعمله اليهود في فلسطين أرض الميعاد استعمله في الهند استعمله في فلسطين حل الدولتين استعمله في الهند استعمله في فلسطين نفس المصطلحات التي يستعملها اليهود في فلسطين استعملها الأوروبيون في الهند في أيام الهند الحمر لشان يقول لك أنه الاستعمار هو هاي استعمار كلمة قرآنية جيدة هو اسمه استدمار استخراب القرآن رب العالمين قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب منها العمارة شوف عدونا حتى بيختار المصطلح الجميل استعمار يعني شغلة جيدة من العمارة هذا اسمه استخراب البلاد استدمار البلاد وليس استعمار البلاد فهو يقول اسم الكتاب دولة فلسطينية للهنود الحمر يعني نفس المسلسل يمارس في نقاط متعددة طيب سادسا فهم أولويات الأمة من خلال إلغاء الخلافيات إلغاء الخلافيات يا أخوان اليوم في قنوات إعلامية على مواقع التواصل شيوخ لهم دقون ويقولون قال الله وقال الرسول مأجورون للطعن مر بالشافعي مر بأبي حنيفة مر بالنووي مر بابن حجر العسقلاني يحاولون ما إلو مشروع إلا الطعن والهدم وفلان مبتدع وفلان فاسق وفلان ضال وفلان مضل وهو لا يفقه واحد بالمليار مما قرأه الإمام النووي ومما كتبه الإمام النووي الذي قيل فيه لو قسمت مؤلفاته على عدد أيامه لكان ألف كل يوم عشرين صفحة أو أربعين صفحة يعني كل حياته مليئة بالخير اليوم في قنوات عدون خطير جدا هلأ إذا أنا باجي على بلد مسلم أقول لهم لا يوجد إله ما حدا بيقبل سوف يتهمونني أقول لهم الإسلام خاطئ القرآن خطأ سوف أرفض لكن عندما أكون ذكيا ماذا أقول الإسلام جيد وعظيم بس في عندي إشكالات أبو حنيفة معصوم شيء؟ لا البخاري معصوم شيء؟ لا القرطبي معصوم شيء؟ لا نهدم التفسير نهدم الفقه نهدم الإسلام هاي طريقة ثانية مثل مسجد الضرار اللي الله ذكره في القرآن والذين اتخذوا مسجدا ضرارا طب اللي سووا مسجدا ضرارا مشان شو؟ القرآن ذكر قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني من أجل الطعن بالدين فتحوا معبد والمسجد؟ جاوبوني مسجد ليش؟ منقنع المسلمين أكثر معبد للأصنام للطعن في الإسلام؟ مكشوف أم هم فتحوا مسجداً وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه؟ نزل الوحي قال له هذا مسجد مجمع للكفر سوف يشقون عصى المسلمين بدان الناس ما يصلوا فقط في قباء والمسجد النبوي قسم بقباء وقسم بالمسجد النبوي وقسم بمسجد الله سماه ضرار مسجد الضرار لأن المقصودة منه الضرر اليوم في قنوات قنوات ضرار صفحات فيسبوك ضرار مواقع تواصل اجتماعي ضرار فنحن ننصر قضية فلسطين خلينا نجتمع القرآن يقول واعتصموا بحبل الله جميعاً مو أنا معتصم بحبل الله لحالي وإنت معتصم بحبل الله لحالك لا واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا حاول نطفئ الخلافات المذهبية نحاول نخفف نجمع الأمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلة نطفئ الخلافات بيننا وبين الآخرين نحاول تأجيج الأمور الطائفية بيننا وبين الآخرين أصلاً الذي يقرأ يا الله نحن مشكلتنا بالإسلام مو بالإسلام مشكلتنا ببعض المسلمين قلة الوعي في الدين والظن أننا علماء في الدين الآن الذي يقرأ بس تحليل الوثيقة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوثيقة التي كتبت في المدينة المنورة هي وثيقة تعايش بين المسلم وغير المسلم ضمن شروط وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا بد أن نقرأه ولا بد أن نفهمه الشيء السابع والأخير أعجبني أحدهم كتب ميثاق تقبلوا ما في الميثاق تعاهدون عليه هيك على الغميضي تعرفوا شو فيه خايفين يا حيفا ويا فوعك عليكم شوفوا الميثاق ما أجمله هاي آخر شيء قال اجعل بينك وبين القضية عهدا أبديا واحد بأن لا تنسى القضية تعاهدون ولا تساوم عليها ولا تقايضها بقضية أخرى ما في قضية أهم من قضية مقدسات الدينية وأن تورثها لمن بعدك حتى يأذن الله بالفتح المبين فطون أربعة أن لا تنسى القضية ولا تساوم عليها ولا تقايضها بغيرها وأن تورثها لمن بعدك أن تبقى فلسطين في ذاكرة أبنائنا حتى يأذن الله بالفتح المبين أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في هذه العجالة على طرح بعض الأفكار الكثيرة أنا أعطيت اسم كتب لكن بدك واحد يقرأ اللي ما بيقرأ يسمع نعم يا أخي نعم يا أخي رأم خمسة الأمة التي لا تقرأ تموت قبل أوانها وتكلمت عن كتاب دولة فلسطينية للهنود الحمر وذكرت بأنه يعني يذكر بأن مخطط الصهاينة معروف عالميا نفس المصطلحات في أماكن متعددة والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ألطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم نسألك وعيا كاملة ونسألك قلبا صادقة ونسألك قلبا خاشعة ونسألك ذاكرة واعية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم تول أمرهم اللهم أحسن خلاصهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ألقي الذعر والخوف في نفوس أعدائهم يا ذا القوة المتين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر